عايد يتحدث عن من بلاد الحرمين بتلك الأكاذيب اللي عملت هي كمان شاء لباض رهيب وفي القلب فيها مكة المكرمة اللي أصبح بيتغنى فيها بنت مكة أكيد تابعته المشهد اللي عمل حالة غضب كبير جدا لشعب المملكة العربية السعودية كي اتبعته هذا المشهد اللي اضطر هذا المشهد بتاع بنت مكة اللي اضطر إمارة مكة تطلع هذا البيان تصدر هذا البيان أمير مكة خالد الفصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب بنت مكة والذي يسيء لعدات وتقاليد أهالي مكة ويتنافع مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة وتضمن توجيه سموه وإحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم لستن بنات مكة ده قبل ما قولك متحدث باسم ممارة مكة هذا الاضطراب الشديد في المملكة العربية السعودية نتيجة ايه؟ لانفتاح الوهم الكاذب لأنك مفيش قناعة حقيقية ولا في حاجة نبتة من الأرض فأنت لا عارف تنفتح ولا عارف تحتفظ فيبقى موقفك زي الموقف ده كده بالظبط مش عارف بجد الأمور أحيانا تزيد فتعلى الموجة عليك فتنكمش تقول لا لا أصلي مش موافق كده تهدى الموجة فتعلى وتصر أنك تغوص في المبقات ليه؟ لأن الحرية غير حقيقية والانفتاح غير حقيقي ده وضع أي حد بيلبس حاجة غير توبه يعني يعني هو التوب ده مش بتاع الأرض دي هي دي هي كده ربك خلقها كده ده مش توبهة فتبقاش عارف بقى فاهم؟ تبقاش عارف متحدث الرسم باسم إمارة مكة طلع يقول إحنا مستغربين الحقيقة من اللي حاصل أيام استغرب ده تداول المقطع بشكل كبير وكان الحقيقة يعني مشار استغراب من كثير من أهالي منطقة مكة المكرمة بل ومن المملكة أيضا اللي ظهر في المقطع عشان يعني حقيقة خارجة عن المألوف طريقة اللي ظهر فيها الفيديو يعني تناسب مع مكة وأهلها ولا حتى قداسة المدينة يعني مش دي اللي كان معمول فيها حفلة بتاعة الأزياء ونقول لك تبقاش عارف قداسة ولا مش قداسة عيب ولا حلال صح ولا غلط الناس مش عارفة بنت شافت الدنيا تمام قالت لك أنا بنت مكة يعني شافت قالت لك يعني قاله يا باشا يعني سبته كل دول وجيته على بنت مكة ليه كده انت شايبين كل حاجة وجايين على بنت مكة بتحدث الرسم قالك خلاص الحمد لله وأحلم الشرم مفيش وقبضنا على البنت في جسمه أمير المنطقة لم يخد فيصل الله يحفظ ويوجه مباشرة دي الحقيقة بالقبض على كل من لحشان في هذا المنطقة للتحقيق حول أسباب تسجيل هذا المنطقة ونسبة لها مكة وأهلها أو يضعون صورة نمطية غير المعروفة عن منطقة مكة وأبناء مكة يعني هي دي الصورة الوحيدة اللي خرجت عن الصورة النمطية المعروفة عن مكة وهلي مكة والمدينة وهلي المدينة والبريدة وبريدة وهلي بريدة قصيم وهلي قصيم والرياض وهلي الرياض يعني أنا عايز أفهم دين الصور النمطية الباقية طبيعية أكيد أنت عارف أنه ليس دفاعا عن منطقة مكة يعني خالص لكن دفاعا عن قولنا هو نفتح الشباك ولا نقفل الشباك سؤال وجودي طب بالنسبة للشيخ السودسي اللي قالك احنا بنغير المملكة بتعملوا فيه ايه؟ والست الكمل اللي طلعت وقيت لك احنا حرين نعمل اللي احنا عاوزينه انتو تيجوا تصلوا بتاعوا وتمشوا زي المراكين بلكوش داوا باي حاجة احنا نعملها دول هتقولوا ليهم ايه للسيدس والصيدة الفاضلة دي من ولا تأمر هذه البلاد المباركة يشاد بكل الإعجاز والإجلال بوثيقة مكة المكرمة الصادرة عن هيئة علماء المسلمين التابعة لرابطة العالم الإسلامي وما اجتملت عليه من توصيات نافعة في تجديد الخطاب الديني واثره الحضاري والعالمي والإنساني من خلال الدعوة للحوار والتواصل الحضاري ومواجهة افكار التطرف والكراهية ونشر الفكر الوسطي المعتدل بلدنا ذي محل تدخل فيها تدخلون في الصغيرة والكبيرة هذي بلد الحربين ليه؟ ان شاء الله انتو مفتكرين ان شو سمونا ان المملكة العربية السعودية ما سيد ماذا؟ ولا قال السعود رسل؟ مالو؟ عشان انتو تفرضون علينا الدين تسوون وما تسوون مالكم شغل تباس تيون تعدون فرائضكم الدينية فقط مالكم شغل لو اننا نفتح بارات في مكة وفي نجينا مو سيقلكم قدام روح شؤون الدولة من داخل احنا حرار احنا ان شاء الله الدولة تفتح بارات عفوون تفتح بارات تفتح بارات في مكة شفتو مكة؟ لو تفتح الدولة بارات في مكة برا مكة يعني البنت الصغيرة دي دي ضحية افعالكم ضحية افعالكم بقى عندها انفصام في الشخصية فافتكرت الموجة كده لانت لك انا بنت مكة زي ما العيال عندنا في الحضانات دلوقتي بيغنوا خمر وحشيش بتاعت العيال غنية بنت الجيران ولا بنت اللي معرفش ايه كده يعني يعني العيال بيجي لها انفصام هي بتمشي ودي عيلة عيلة ليس دفاعا عنها ولكن دفاعا عن الحق والله العظيم عيلة بنت مكة دي عيلة عايز انت حسبه 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 اللي عامل الليل بقولك تولك الشيخ مشاير القصيدة بتاعت صعود الجحطاني بيقولك عظيمة ورائعة وجميلة اللي عاملها بمناسبة براته براته الفاجرة براقة فاجرة الدنيا تقلبت في السعودية دايما ايه الناس ايه تمسك في البردعة وتسيب الحمار لمؤاخذة يعني في مصر بردو زي ما انا بقولت لك انا اقتلوا حمو بيكا مقدمة يوم الاربع وشاكوش والمهرجانات او اطرحهم اردن يخلوا لكم واجه مص او واجه جرحي انا انا هنيشاكر اه مش هتفرق كتير اللي هو الناس يا سلام لو الناس عملت عشر عشرة في المية من الهبة اللي بتعملها دي على الحاجات دي على الحريات والديمقراطية ما كانش وضعينها بقى عامل كده الناس بتيجي في الحتة الامنة واتطلع غضبها كله وليس دفاعا عن المهرجانات وحموكا وبيكا وبتاع لا انه الناس بس ايه حب تلعب في الامان ان دا يخرجها من دا الحاكم مش هيقول عليه حاجة واللاطة دي بتحبها الدولة بتعمله فالناس بدل موجه غضبها لما يحصل موقف بنت مكة توجه غضبها بتاع الانفتاح المنفتحين ابن سلمان وتركي اللي واخدين رأيت الامفتاح لا الدنيا تقلبت على بنت مكة وناس استغربت من الشعب حقيقة قالت له ما عندكم انفصام في الشخصية ولا ايه احترم قدسية مكة تجي تصور لي ارقيلة معسة في الجهو ولا سجارة الدخان ولا شباب قاعد يشكشو مع بعض ولا منظر غير لاق يا اخي انت قاعد تصور بفلتر مكة يا اخي احترم مكة احترم هذه البقعة الطاهرة يا اخي اكرمنا الله بالسكن بمكة لازم نسكنها كمان بدل نعظمها والله يا حكومات مدي فيها انفصام ما هتدري مشتدي يا انا فيها انفصام يا انا عندنا حكومتين شوف لك حلات اغنية بنت مكة هذه الراب نزلوها ووقف البنت طيب ليش موقفها يقولك لسائل الهوية انت الهوية تصيح بالزاوية الهوية تصيح بالزاوية تقولك تقولك البنت ما تدري والله اننا مسكين قسم انبيات الله والله اننا مسكين ما تجيش بسالة شافت الناس فلوا وقعت ما فلها يا اخي جيت انت الحين وقلت يا ابوي لا تشتبعي ما عرفنا لكم انت ابون فلا ولا ما تبون انت الحين تبتقنعني ان اللي حصل في موسم الرياض والحفلات اللي حصلت والمغنين والسكات ومدروش شو فعلها هذي اعظم من دولي انت يا انا فيك شي اني انا ماني بصاحي ما انتش فيكم انتم علموني انا والله بنجن قسم البيات اللي انا يعني علموني ايش الوضع بالله عليك الولد ده مش بمنتهى الصدق بيعبر على الحكاية احنا فاهمونا يا جماعة نعرف ادنا من رجلنا ننفتح ولا ننخلق تقولي انت بتسأل ما قد شعب ده اهلنا اللي في السعودية دول اهلنا بجد زي ما هم اهلنا في الصومال وفي مورتانيا فالراجل بيقولك انت قلنوني بقى البنت دي حيلا انا اول مرة اشوفه والله الولد ده بس ربنا يحفظه ويسلم لسانه ويجعل كلماته في مزان حسناته فاهمونا نعم ما نيجي نحاسب البنت بقولك الوقت بتاع الرب السجارة بطول كده قالك والداني الفراري ودخلت بالمخدرات بعد ما عملت على رجالة يعني اه اهو اهو رتقولي بقى بص وبيسخر منكم ويسخر من اميركم ويسخر من برنساسكم البرنسيسات بتاعتكم بيسخر من اصحاب المعالي واعملكم مزخرة الامم جاينا على البنت بكة قيموا عليها الحد جمعا نرجع نقصل للموضوع نجيب اصله نجيب لصاحب الفتوى ان ده حلال امام الحرم قالك الانفتاح انا مع الانفتاح اللي عامله سيدي وابن سيدي نحاسب امام الحرم مش نحاسب سيده انا هاسب انا متكلم نحاسب امام الحرم هادش هيقرب من سيده دلوقتي الى ان يخذ الله امرا كان مفعول فانت نحاسب امام الحرم طيب ولا نحاسب بنت مكة العيلة بنت مباركة يعني البيت دي عندها كم سنة 15 16 17 نشيلها اخطاء السعودية